الفترة اللي فاتت فيه مؤسسات دولية كتير مالية ويعني اشادت بالاقتصاد المصري وكان اخرهم صندوق النقد ووكالة فتش اللي يعني علت تصنيف مصر البي ده كلها واشتراك كويسة الاقتصاد المصري هل الحكومة تتوقع في بدء المراجعة بتاعت صندوق النقد الدول لانها توافق على تأجيل بعض المستهدفات اللي الحكومة طلبتها وحضرتك يعني ده في ظل ان حضرتك اديت خبر صر جدا للمواطنين ان ما فيش اعباء مالية على المواطنين الفترة اللي جاية فهل تتوقع ان الصندوق النقد هيوافق على تأجيل المستهدفات احنا بالفعل ناقشنا هذا الموضوع والسيدة مديرة الصندوق بنفسها قبد التفاهم شديد جدا لهذا الموضوع وكان هناك توجيه لفريق المراجعة انه يناقش مع مصر ازاي ان احنا ننفذ هذا الكلام مرة اخرى احنا لما حطينا مستهدفاتنا معاه ومتمل التوافق عليها والالتزام بيها كانت في ظل ظروف النهاردة ستجد عليها حاجات ما كانتش موجودة ولا حد فينا كان يتوقع انها تحصل اللي هي الازمة اللي موجودة النهاردة في الاقليم وبالتالي ده اللي فعلا النهاردة جزء كبير جدا من النقاش مع بعثة الصندوق حاليا هو ازاي ان احنا يعني نؤجل بعض المستهدفات اللي كانت موجودة علشان ما نمثلش اي ضغوط على المواطن في المرحلة القادمة باذن الله دولة رئيس الوزراء يعني رغم النظرة التفاؤلية بالزيارة السيدة مديرة صندوق النقطة الدولي لمصر والاشادة بالاصلاح الاقتصادي القوي بالفعل موجود على الارض الواقع هناك بعض يعني الاحديث عن ربما يكون هناك تعويم للعملة المحلية ما صحة هذا الخبر جابت رئيس الوزراء والله انا رضيت لكن خليني اقول تاني يعني السندوق نفسه ومؤسسة فتش لهم الناس اللي بيعودوا يمسكوا ناسف كل تفاصيل الاقتصاد بيقولوا مصر نجحت في تطبيق نظام سعر صرف مارين وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم الدولار هيبقى بيطلع وبينزل تبقى لمعطيات السوق فبيطلع وبينزل مش بيطلع اربعين في المية زي ما حصل لما عملنا تعويم وارد انه يطلع بنسب اللي هي العادية خالص وينزل تاني بالنسب دي دي تبقى لحركة السوق وده هيبقى هو الشكل اللي احنا شايفينه شكل صحي تماما تبقى للعرض والطلب فيما يخص العملة لانه اهم شيء ان يفضل كل المواطن والقطاع الخاص والشركات والناس اللي برا شايفين ان الدولة لا تتدخل وبالتالي حيكون هناك ثقة ان الامور ماشية بصورة جيدة هذا هو ما يتم تنفيذه على الارض انا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع عشان نبقى عارفين وبالتالي ما نقلقش لما نلاقي ان الدولار كان بـ 48 وبقى بـ 49 وبعد كده رجع تاني نزل خلاص هو هيبقى بهذا الشكل احنا مش هنتدخل في هذا الموضوع فارجو يبقى كلنا لان انا عارف ان ده انطباع لدينا كلنا كتركيبة كمصريين وانا بقولها وعايز اقول لحضرتك دي كانت احد الملاحظات اللي يعني قالتها السيدة مديرة السندوق قالت يعني هو لفظ بالانجليزي قالت واضح ان عندكم موروث في الشخصية المصرية موضوع التعويم والتغيير وانتو يعني خلاص انتو تجاوزوا هذا الموضوع ولكن محتاجين ان الناس تبدأ هتبدأ تتعود على هذا الموضوع في خلال الفترة الجاي فانا بس بحابب ان انا اكد لحضرتكم هذا الموضوع لان دائما هذا هو السؤال التقليدي في كل النقاشات